استمعوا أيها السادة القراء الأفاضل وأيتها القارئات والفضيات إلى توجيهات السادة أعضاء لجنة التحكيم إلى شيخنا شيخ محمد بوشلوش بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وندخل مباشرة إلى الملاحظات التي من طبيعتها أن تزيدنا اهتماما بكتاب الله سبحانه وتعالى لأن العناية بالأحكام تصل بالقارئ والقارئة إلى الفصاحة واليسر الذي أشار إليه مولانا سبحانه وتعالى في قوله جل جلاله ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مداكر هناك بعض الملاحظات هي لا تنقص من هذه التلاوات الطيبة التي سمعناها أول ملاحظة يعني أحيانا ننسى ونحن نبتدئ في التلاوة بالاستعاذة فنقول أعوذ بالله ننسى هذا المد الطبيعي يعني لا بد من أن نلاحظ هذا الأمر وأن نهتم به كذلك حينما تكون في الكلمة القرآنية وجهان وجه مقدم ووجه يأتي في المرتبة الثانية يعني نقدم الوجه الأول نهتم بالوجه الأول من جملة الملاحظات كذلك نقرأ قول الله مثلا الرحمن يعني الكثير من القراء والكثير من القراءات يعني يشددون الميم الرحمن لا هي الحقيقة هكذا الرحمن الرحمن على العرش استوى إطاء الحروف حقها تكلم عليها بعض أساتذاتنا وشيوخنا كذلك يعني مسألة العنف في التعامل مع القرآن أشرنا إليها في حصة فرطت يعني لا نقرأ في شغل تعملون يعلم نشدد هذه الحروف يعلم بالتخفيف والوضوح حتى تكون القراءة جميلة وهكذا على العموم يعني تلاوة طيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا العطاء فيها وبرك الله فيكم وشكراً فضل أخونا الفاضل أستاذنا أستاذ يوسف شكوراً مأجوراً إن شاء الله بتوجيه بعض الملاحظات للطلبة بسم الله الرحمن الرحيم ربي صلى الله عليه وسلم على سنة محمد إذن استمنع إلى هذه التلاوات وبرك الله فيكم على حسن الأداء ابتداء من القارئ أو المتنافس بلال كريم من بومرداس قرأت بطبع ما يسمى بالعراق المتلوق هكذا يسمى فيتنمسان والذي هو شائع باسم الغريب ويقابل سلمه النغمي عندنا في الجزائر السلم النغمي نغمة البيات وانتقلت إلى طبع الزيدان الذي يقابل سلمه النغمي نغمة الحجاز وأحياناً الحجاز كار ويتخلله جنس العاجم الذي يقابله المزموم كجنس عرضي انتقالك إلى طبع العراق بعد ذلك كان مباشراً ومن دون تحضير حبذا لو حذرت له أكثر حتى يكون أداؤك تحت تسلم في الأداء صوت أندلسي جميل ويقرأ بهذه الطبورة الأندلسية التي تشكل جزءاً من الهوية النغمية الجزائرية نتكلم هنا عن الجغرافيا النغمية في الجزائر في بعض حواظرها الجزائر البليدة شرشال قليعة إلى غير ذلك حتى تلمسان صوتك جميل قراءة ممتعة ويقع إمكانية صوتية جميلة جداً لكنك وقعت في نشازات ربما سببها الارتباك لكن على الأموم كان أداؤك جيداً القراءة بالنغمة الأندلسية خاصة في المذهب المالك يقلنا في بعض الحواظر مشجع من خلالك القراءة بها لكن مع الالتزام بأحكام التجويد طبعاً بالنسبة لي المتنافس بإداء الحفص من الأغواط صوت جميل وأداء حسن قرأت من نغمة البيات وانتقلت إلى نغمة الرست صياغ نغمية حسنة لكنها أحياناً لم تخل من الرتابة إذ كنت تكرر درجات بعينها دعني أقول لك أيضاً أن القراءة بمرتبة التحقيق تتطلب منك بدل جهد أكبر في تطوير إمكانياتك الصوتية إمكانياتك الصوتية عفواً ودرايتك النغمية برك الله فيك نسبة لي المتنافسة ريم روبا من صطيف صوت جميل وطابع صوتي متميز فيه شخصية قرأت من نغمة الحجاز وأحسنت التعبير منها واستخدام حسن لطبقات صوتك لكن وددت لو استفتحت تلاوتك بطبقة أوطأة من التي قرأت بها اعمالي على تقوية صوتك في طبقة الحادة لحظت عليك بعض التكلف في الأداء من طبقة الحادة وعليك أيضاً اختيار مرتبة من مراتب التلاوة والاستقرار أو التزام بهذه المرتبة لا تغير المرتبة مع مرور التلاوة قرأت بمرتبة بطيئة في البداية وأخذت في تغيير الأداء شيئاً فشيئاً أو سرعة الأداء شيئاً فشيئاً برك الله فيك نسبة لي المتنافسة صار إبراهيمي من شلف صوت جميل زخاري فثرية قرأت من نغمة الكردي وانتقلت إلى نغمة البيات وأحسنت التعبير منهما خاصة أن الصياغ النغمية جاءت متنوعة خاصة ما يتعلق بارتفاعات الصوت تملكين إمكانيات صوتية حسنة عليك بتطويرها أكثر بالتدريب العلمي الصحيح والاستماع التحليلي إلى النماذج الجيدة لخيرة القرى بارك الله فيكم جميعاً بارك الله فيك أستاذنا الفاضل